السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نكمل حل كتاب المعاصر الانجليزية للصف الثالث الاعدادي التلم الاول عام الدراسية عشرين خمسة عشرين احنا ان شاء الله تست النهاردة على يونيت وان صفحة تاتة وستين من كتاب المعاصر المحدثة حسن وكريم بيخططوا انهم يتقبلوا غدا اي حسن اهلا لحسن هل تود ان تزور هديكة الارمان معي؟ قال له حاجة انا عايز اروح مكان يكون بالداخل ايبقى هو كده مش موافق ايبقى يدس اجري او سوري انا اسف او سوري اي كانت الا استطيع اكتب مسلا سوري انا اريد ان اذهب الى اماكن داخلية قال له اندورز بعد كده قال له سؤال قال له شيء عظيم او رائع انا اريد ان اذهب او ازور المكتبة يبقى هيقول له بقى لنذهب الى المكتبة ما رأيتك في زيارة المكتبة قلقة تباوت تباوت بيك بعدها فيرب اخوين يجي visiting the library برايك في زيارة المكتبة فكاسة له السؤال قال له انا بحب اقرأ القصص المسيرة يبقى ماذا تحب ان تقرأ يبقى هنا what do you like احسن من دين نقول what do you like going there ماذا تحب ان تفعل هنا بعد كده قال له how can we go there كيف نستطيع ان نذهب هناك قال له ممكن نتقابل بكرة في محطة التو بيس قال له نتقابل في محطة التو بيس سيقوله طبعا اوكي حسنا طبعا الارقوم دي بالكتب اللي جابة هنا يعني مفرد صوري تبقى one we do how about visiting the library تمام بالطبيقة دي فكده هنلتبر بعا كلمات في اماكنها الصحيحة بدلا من ست كلمة عندي كلمة phrase للمعديات interesting شايق او ممتع interested شايق او ممتع برضو بسنجرز بديل الاشخاص اكتر وديل الاشياء بسنجرز المسافرين من فالز الاودية desert is الصحاري people love traveling by train الناس بتحب تسافر بالكتار because it's لانها اين لان هي ممتعة للنظر من الشباك هي اللي تديني التأثير فهتبقى صفة اخرين يجيب number one in one journey you can see space crossing the rail في الرحلة تدر تشاهد مين يعبر نهرين اللي هي العبارات يبقى number two green a وهي اغدر and the busy seats بعد كده trains more than eight hundred million travel by train يبقى اكتر من 800 مليون بسنجرز مسافر او راكب بيغادر بالكتار في مصر يبقى هنا بسنجرز المبارفو فاكده البسج اكررها وارقة حلالة ان شاء الله اصلت البسج سؤال الاول as used in the final paragraphs underlined the word downside most rarely means act من downside بتسوي كلمة problem السؤال الثاني these trains are called bullet trains because of there is speed and shape السؤال الثالث the passage is most likely written for tourists who travel to japan فاكده الاسئلة المقلية السؤال الرابع لماذا الكتارات السريعة هي مريحة because all cities face forward لان الكراسي مواجهة لبعضها and there is much legroom وتوجد مسافة او مساحة لراحة الاقضاء السؤال اول الرابع would you choose to travel by plane or bullet train انت هتختار التسافر بالطيارة by bullet train because they are in the middle of cities بالقطار السريع لانها توجد في وسط المدن السؤال الثالث summarize the third paragraph of the passage لخص الققرة الثالثة من البراغراف pros and the cons of bullet train الايجابيات والسلبيات لالقطار السريع بعد كده السؤال الاختيارات السؤال الاول في صفحة 64 في اخر الصف we went to accept and so many paintings is the correct underlined where they add the suffix كده ب exhibition اللي احنا بنزب الى المعرض ويبن نوعها السؤال الثاني as base is a form of transport used to cross زنايل هي وسيلة من المواصلات تستخدم لعبور نهر النية اللي بقى فياري معدية الاجابة الترقية السؤال الثالث the antinum of space is noisy عكس كلمة noisy هي ايه peaceful هادة ولا crowded مزدهم ولا strong قوي ولا weak معنى بعيف هي كلمة noisy يعني مزعج كده عكسها تبقى peaceful لجابة الترقية السؤال الرابع zero many attractive buildings in egypt attractive means كلمة attractive معنى beautiful جميل ارفع الصفحة شوية اه بعد كده ان شاء الله السؤال الخامس you can't go to the super market foot لا يمكنك ان تذهب الى السوبر ماركت على الاقدام it isn't طالما مستطرش تروح يبقى كده ليس korea near السؤال السادس is a place where you can borrow and read books هو مكان تقدر تستعير الكتب او تقرأ الكتب يبقى كده library مكتبة لجابة لترسيل فاكده سألت التصفيع السؤال الاول the train to Cairo leave هتبقى leaves عشان ده مدرع بسيط هو مفرط the train to Cairo leaves at seven o'clock next Monday الكتار الى القاهرة سيغادر الساعة السابعة الاثنين القادم السؤال الثاني the film hasn't finished الفيلم لم ينتهي it finished at nine o'clock انه انتهي ساعة تسعة يبقى هنا finish مدرع بسيط هضف لها es عشان ده مدرع بسيط هتبقى اخد فعل اخره s بس هنا عشان الفعل منتهي به it هضف es السؤال الثالث i prefer to going somewhere outside انا افضل الذهاب الى الاماكن الخارجية يبقى هنا prefer to be بعد فعله في المصدر فهتبقى go من غير ال ing بعد كده السؤال الرابع how was born march fifteen the two thousand six هنا كده يوم اللي هو يوم الميلاد لايه ممان بتغطي حرف الجر on السؤال الخامس when بعد كده the film you are watching end هنا متى الفيلم اللي انت بتشاهده انتهى هنا عندي end فعل في المصدر فكده انا عايز اما دوي اما does اه تمام؟ اهنا اذا فيلم مفرد يبقى اذا اخد بس هي ده كلها الفعل لو اذا فيلم you are watching الفيلم الذي تشاهده خلاص ده اصبعت الفعل كلها على بعضها واند هي الفعل في المصدر هنا عشان كده احطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة